السلام عليكم حياكم الله مشاهدي قناة العربية الأعزاء في مقابلة خاصة مع وزير الخارجي البريطاني فليب هاموند أهلا بك معالي الوزير والسؤال الأول ما هي الملفات الثنائية التي حملتموها في زيارتكم هذه في زيارتنا تحدثت مع شركائنا في القيادة السعودية عن العلاقة مع إيران وبالطبيع عن العملية السلمية في الشرق الأوسط وتطلعنا أن نرى تقدما في هذا الملف كذلك تحدثنا عن رؤية السعودية 2030 وخطة التحول في الاقتصاد السعودي وكيف يمكن لبريطانيا أن تكون جزءا من هذه الخطة تحدثنا مطولا عن هذه الملفات التي نتعاون فيها مع المملكة كذلك تطرقنا إلى أوجه تعاوننا التقليدية مثل التعاون العسكري والأمني وكذلك حول مسائل الدفاع الإلكتروني المسؤولون في السعودية وبريطانيا يثنون على التعاون الأمني بين البلدين هل تسعون لنقل هذا التعاون إلى مستوى أفضل وأكثر عمقا؟ كما تعلم فإن سعودية وبريطانيا شركاء في المسائل المتعلقة بالدفاع منذ سنين ونحن لدينا وجود في الخليج وفي السنوات القليلة الأخيرة أخذنا خطوات لنكون متواجدين بشكل دائم كما تعلم نحن نبني قاعدة لقوات البحرية الملكية البريطانية في البحرين بما يسمح لنا بوجود دائم هناك ولدينا كذلك تصور للتواجد في دولة الإمارات العربية وكذلك قواعد لقواتنا في دول الخليج أيضا نحن نعمل بشكل دائم ولصيق لمواجهة تهديدات في مجال الأمن المعلومات للسعودية ولشركائنا في منطقة الخليج السعودية رصدت وترصد دعوات تحريض على أمنها وكراهية من قبل مقيمين في بريطانيا إلى أي مدى تتعاملون مع خطورتها؟ حسنا المملكة المتحدة لديها صحافة حرة وحيوية وبعض الآراء الواردة في الصحف لا تمثل وجهة النظر الرسمية هذه الصحف لا تكف عن توجيه الانتقاد إلى حكومتنا لكننا نعتقد أن معظم الانتقادات التي سمعناها لا تستند إلى أي دليل ونعمل مع شركائنا في السعودية لمحاولة التعامل بشكل فعال مع هذه الانتقادات بالتحديد نحن نعمل مع شركائنا السعوديين للتأكد من أن الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الحملة على اليمن تم التحقيق فيها وأنا لدي تأكيدات أنه سيتم التحقيق في هذه الادعاءات بشكل عادل وإذا مرتكبت بعض الأخطاء فإن هذه المعلومات ستكون متاحة للجميع لمعرفة ما حدث بالضبط لتفنير هذه الانتقادات بعد اتفاق السلم والشراكة وتشكيل حكومة توافقية أفشلها الحوثيين واحتجزوا رئيس الوزراء والوزراء وسيطروا على البلاد وهاجموا باقي المحافظات بفضل تملكهم للسلاح الآن في مشاورات الكويت يطالبون بالأودى إلى الحل نفسه أي تشكيل حكومة توافقية كيف أو ما موقفكم من ذلك؟ في البداية نحن مرتاحون لتحول الأوضاع في اليمن من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية وندعم جهود الكويت واستضافتها للمفاوضات ونعلم أن دول الخليج ملتزمة بالحل السياسي المفاوضات تسير ببطء شديد مضى عليها حوالى 41 يوما حتى الآن ولكن لم ينسحب أحد وهو ما يعني نوعا من النجاح علينا الضغط على جماعة الحوثي وعلى علي عبدالله صالح وكذلك على الحكومة اليمنية من أجل إقناعهم بعدم وجود بديل عن التوصل إلى مقاربة سياسية بما يسمح للحكومة اليمنية التي تحظى بتأييد الشارع والتي تعتبر الحكومة الشرعية في البلاد بالعودة وبص الاستقرار في اليمن بما يجعل اليمن مصدر قوة للدول العربية وليس مصدر تهديد لها تعتمد المنظمات الأمم المتحدة أو التي تعمل لحقوق الإنسان على منظمات محلية في اليمن يعني رأسها موالون للحوثي أو لعلي صالح هؤلاء يقومون بكتابة تقارير تهاجم التحالف وتتهمه بمخالفة القانون الدولي الإنساني ما موقفكم من ذلك؟ حسنا بعض التقارير تأتي من المنظمات غير الحكومية وبعض المعلومات تأتي من الأمم المتحدة نحن نأخذ كل التقارير القادمة من المنظمات غير الحكومية ونفحصها ونقارنها بمصادر أخرى متاحة للمعلومات ونقارنها كذلك بمصادرنا الخاصة للتأكد من صحتها نحن لدينا القدرة على معرفة معلومات قد لا تتمكن المنظمات غير الحكومية من الحصول عليها لكن المهم هو أنه على الحكومة السعودية وعلى الجيش السعودي والذين هم في موقع أفضل التحقيق في هذه الإدعاة بشفافية وإطلاعنا على نتائج الآن في حال استمرار الحوثيين لرفض مقترحات الأمم المتحدة في مشاورات الكويت ما وجهت نظركم تجاه الخطوة المقبلة؟ هناك عملية تفاوضية في الكويت لا يمكنني افتراض أن هذه المفاوضات فشلت وهي الآن مستمرة لـ 41 يوما سأذهب إلى الكويت وسأقابل المبعوثة الدولية إلى اليمن لمناقشة سير المفاوضات وأتمنى أن يكون بمقدورنا إحراز بعض التقدم نعلم أن الوقت المحدد للمفاوضات هو شهر رمضان وندرك أن هذا لن يكون ممكن نتمنى أن يكون قدوم رمضان بعد أيام قليلة حافزا لكل الطرفين وخلال الأسابيع القادمة لمحاولة تحقيق تقدم حقيقي كما ترون المفاوضات في سوريا لم تفضي إلى شيء سوى قليل من الهدى غير المكتملة الآن الأنباة تقول بأن جولة أخرى من المفاوضات لن تعقد قبل شهر من الآن أي بعد شهر رمضان ما رأيكم؟ حسنا دعني أسمع ذلك من المبعوث الدولي إلى سوريا أنا لم أسمع أن المفاوضات ستتوقف خلال رمضان أتمنى أن لا يكون هناك سبب لتوقفها وإذا حزنا أي تقدم قبل رمضان قد يكون من الممكن مواصلة المفاوضات خلال رمضان أعتقد أن هذا مهم لكل دول المنطقة وللدول الأخرى على الجميع بذل كل جهد ممكن للحفاظ على المفاوضات حتى التوصل إلى حل سياسي وعلى كل الأطراف والدول المعنية ممارسة الضغط اللازم على أطراف الأزمة السورية للتوصل إلى اتفاقه ترجمة نانسي قنقر